أنا من المقتنعين أن تكرار التاريخ صعب يعني مشهد 25 ينار تكراره تاني أنا في اعتقاد أنه ربما لا يحدث يعني أو في الغالب لن يحدث بنفس الشكل يعني فيما تعلق بالشدة المستنصرية الشدة المستنصرية كان المستنصر بالله يشارك الشعب الجوة يعني المستنصر بالله في الشدة المستنصرية كان بيجوع مع الشعب وأوكلت دابت المستنصر بالله يعني دبت المستلصر بالله الناس أكلوها عندنا طيب الرئيس السيسي بيظلوا يتكلم عن التلاجة وعلى المية فهو يعني ويشتري طيارات وقاعد في أسور محدش عارفه وقاعد فين ويرتدي أفخر السياب ولديه مليارات بيقال مليارات الله أعلم سان فاجر بالتأكيد سان فاجر ولكن الانفجار سيكون انفجار غير محسوب وسيكون انفجار في خطورة على المجتمع إنه تقطع الصوت ولكن حضرتكم بتقول سيكون لهذا الانفجار حالة ضخمة جدا وأثار ضخمة جدا والنظام لا يحسب جيدا كل هذه الأمور هل صحيح يعني في ذلك يعني ترى ذلك قريبا زمن متوسط بعيدا هل هناك مؤشرات مثل هكذا انفجار تتوقع ولماذا هو سيكون عشوائي أو مجرد ثورة الناس بطريقة فوضوية وبالتالي أثاره مدمرة جدا ألا يمكن أن يكون هلك طريقة أفضل لهذا التغيير والثورة أو غيره سميها ما تريد أو حراك أو تفاعل أو ردة فعل شعبية تفضل يمكن أن يكون أفضل إذا كان هذه السلطة لديها نوع من الذكاء في التعامل مع الأوضاع الموجود إنما هي ليس لديها نوع من الذكاء هي تمارس القمع رغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية تمارس القمع الشديد وما عندهاش مجال لسماع الرأي الآخر وما عندهاش مجال إن هي تخفف القبضة الأمنية الموجودة فلذلك هي مستمرة في عملية الضغط على الشعب أنا ليه أقول الانفجار سيكون غير محسوب لأن ما حدث في 25 يناير كان هناك نخب تقود الناس هذه النخب الآن مغيبة يعني النخب غير موجودة فمن سيقود الناس لا أحد النخب مغيبة إما في السجون أو إما في الشتات في الخارج أو إما لا تستطيع أن تتحدث أو تتكلم فمن سيقود الشعب إذا انفجر لا أحد سيقود سيقوده العامة والدهماء وما إلى ذلك وستسير الأمور في اتجاه لا يحمد عقباء يعني من الذي يقود يا دكتور في المقابل سيدي البعض يقول بأن هذه الحالة المتفككة جداً وغياب نخبة وقيادة ومعارضة وقوة شعبية وغيره هي التي أصلاً ستمنع الشعب للنزول لأنه الشعب مر بتجارب من قبل وآخرها الربيع العربي بأنه ينزل ولا يقطف الثمرة وتحدث التجارب وخسائر أكبر ويدفع أثمان أكبر وبالتالي النظام يعلم ويعرف تماماً ماذا يفعل بسحقه الشديد وضغطه الشديد لأنه يريد إيصال رسالة منذ اللحظة الأولى لأنهم إياكم أن تفكروا في تكرار ما فعلتم لأن الثمن باهض جداً وبالتالي هو يستمر في جعل ذلك باهض جداً وإذا حدث انتجار مرة أخرى أو نزول مرة أخرى سيكون أكثر فداحة كما ذكرت وإلى خيره وبالتالي الناس بين قوسين بالعامة بترتدع ولا تفكر أبداً بالنزول وهذا يعطينا بعض يسند ذلك بتحليل العقلية الجمعية والذاكرة الجمعية للشعب المصري بأنه مر عليه في تاريخه القديم ستين سنة شدة مستنصرية والناس تأكلوا بعضها ولا تقترب من الحاكم ومن السلطان ومن غيره من غيره إلى أي مرة تتفق مع مثل هذه الأطروحة أما أن الزمان اختلف وأدواته وشبابه وتواصله وبالتالي ترجح أكثر النزول الشارع وبالتالي كأنك تنصح النظام بأنه يمارس عقلانية أكثر ورشدانية أكثر ويتدارك الأمور لأنها ستجلب الدمار على الجميع بما فيه على النظام نفسه أنا من المقتنعين أن تكرار التاريخ صعب يعني مشهد 25 ينار تكراره تاني أنا في اعتقاد أنه ربما لا يحدث يعني أو في الغالب لن يحدث بنفس الشكل يعني فيما تعلق بالشدة المستنصرية الشدة المستنصرية كان المستنصر بالله يشارك الشعب الجوع يعني المستنصر بالله في الشدة المستنصرية كان بيجوع مع الشعب وأوكلت دابت المستنصر بالله يعني دابت المستنصر بالله الناس أكلوها عندنا طيب الرئيس السيسي بيظلوا يتكلم عن التلاجة وعالمية وعال فهو يعني هو يشتري طيارات وقاعد في أسور ما حدش عارفه وقاعد فين وبيرتدي أفخر السياب ولديه مليارات بيقال مليارات يعني الله أعلم بيها ويعيش عيش ملوكه ومن معه وبنى عصمة إدارية له ولمن معه بعيدا عن الشعب حتى يتجنب ما حدث في خمسة وعشرين لأيه أعلم بيك أنه ومن حوله هذا يعني أقصى ما يريدون يعني فليمضي الزمان سنة وسنتين وخمسة وبعدها أنا وبعد الطوفان مرحلة وستمر وبالتالي هنا نأتي إلى مدخل آخر هل الموضوع هو فقط الرئيس السيسي هل هو فقط العسكر القيادات التي تكلمت حضرتك بأنك هو أدخلها معه في كل هذه الأمور وننتقل إلى الدولة العميقة الأجنحة التي تفضلت ونفيت كل هذا الكلام يعني هل معقول كل النخبة الحاكمة بأطيافها ومكوناتها والدولة العميقة تسير في هذا المركب ولا تدرك ما تفضلت به من أن الدمار قادم قادم على ماذا يراهنون يعني لو وضعت نفسك مكانهم على ماذا يراهنون هو الانفجار أنا لا أستطيع أن أحدد انفجاره يحصل متى يعني ما أدرش أقول لك الله الانفجار يحصل بكرة يحصل بعد السنة يحدث بعد السنتين بعد ثلاثة ما أدرش أحدد ولكن كل الشواهد تقول أن مصر في اتجاهها إلى انفجار هيحصل إمتى الانفجار الله أعلم إيه الشكل الذي يحصل به الله أعلم أنا لا أستطيع أن أحدد تمام فسؤالي عن تفاعل كل مكونات النظام والدولة العميقة مع هكذا سيناريو ما هو أحد السيناريوهات التي تدرس تحسن وانفراجة تدهور وتأزم ومستمرار ما هو عليه على ماذا يراهنون يعني لماذا أنت تتحدث عن الجيش الآن لأن الجيش هو اللي بيحكم مصر ما فيش أي حد تاني الآن بيتحكم هل الجيش عبارة عن وحدة واحدة أم أنه هناك قادة موجودون ومتقاعدون وشبكات وعائلات ومصالح وشركات يعني تفاصيل كثيرة جدا ندرسها بتفاصيل شديدة في العلوم السياسية وأنظمة الحكم وصنع القرار في واحد اسمه روبرت سبرينجبورج كتب كتاب في سنة 2018 اسمه مصر عنوان الكتاب مصري فهو تحدث عن طبيعة التغيرات اللي حصلت في السلطة وقال أن السلطة في مصر من سنة 52 كانت بتتكون من رئيس وأجهزة أمنية وجيش بعد 2013 السيسي حول السلطة في مصر إلى رئيس وجيش فقط وسيطر على المخابرات العامة وأخضع المخابرات العامة وأصوحت الأجهزة الأمنية كلها خاضعة له وهو في طريقه إلى أن يجعل كل شيء في يدي الرئيس فيبتد أنه لا يترك أي قيادة عسكرية في مكانها أكثر من سنتين وأي قيادة عسكرية يمكن أن تشكل خطر عليه يقبض عليها ويحطها في السجن زي ما حصل مع سامي عنان وزي ما حصل مع أحمد شفيق وزي ما حصل مع الزابط اللي هو كان في الجيش اسمه أحمد اللي هو كان مترشح لي أمامه في رئيس الجمهورية مش طنطاوي؟ حطهم كلهم أحمد طنطاوي مدني كان فيه واحد تاني عسكري في الجيش كان ترشح كان سنه صغير المقصود أنه لا يسمح لأحد آخر وهو يملك يعني فردانية تامة فبالتالي حضرتك لا تعول كثيرا على باقي المكونات أو الأجنحة أو الأجزاء لأنه يعني حابك الموضوع يعني أمام هذا الحال قلنا الشعب قد ينفجر بطريق حضرتك متى وكيف وغيره تعتمد على كل العوامل والتفاعلات من داخل النظام والدولة العميقة يبدو أنه يستفرد بكل شيء طيب نأتي إلى هل في هناك أمل لأي قوة داخلية في مصر معارضة أم أنها كلها بالسجون قوة مدنية مجتمع غيره هل سيحدث شيء ولا أيضا منتهي أمرها لا قوة مدنية ولا سياسية ولا نقابية ولا تيارات دينية ولا أي شيء ما هو القوة الرئيسية اللي كانت بتحرك الشرع في مصر هي الإخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية بشكل عام الإخوان المسلمين الآن